الحقيقة أنا يعني عندي شعورين جوايا اسمحوا لي أن أقولهم علشان نرتاح الشعور الأولاني شعور شديد بالفخر أني أتكلم في كنيسة الشهدة ويبقى وراي الشهدة بالإحساس اللي أنا حاسه دلوقتي أنهما بيدونا بركة كبيرة والشعور التاني بقى شعور أنا مش عارف أقول إيه وأنا بتكلم في حضرة قدس أبونا مقار معلش يا أبونا يعني سامحني حقرة معاكم من أجل البركة جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إصحاح 8 عدد 25 رسالة معلمنا بولس الرسول إصحاح 8 عدد معلمنا بولس الرسول للأهل الرمية إصحاح 8 عدد 25 يقول من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم انتهاض أم جوع أم عري أم خطر أم سيف كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للزبح ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا وإلهنا المجد الدائم إلى الأب الدائم لأننا من أجلك نمات كل النهار الحقيقة وأنا بحضر للموضوع ده سيطر على ذهني سؤال كان نفسي ألاقي إجابة عليه هو إزاي أنا الخادم الغلبان أقدر أقول العبارة دي أقول لربنا لأننا من أجلك نمات كل النهار الحقيقة العبارة دي برغم صعوبتها أننا حقومات كل النهار ورغم الشدة اللي فيها يقول قد حسبنا مثل غنم للزبح لكنها تعتبر الشعار الأساسي لأي خادم عايز يخدم أي خادم عايز يقدم خدمة حقيقية لربنا لازم يبقى ده شعوره لأننا من أجلك نمات كل النهار وقبل ما أدخل معاكم في الموضوع عاوز أرجع بأزهانكم مئة سنة وراء مئة سنة أيام أرشيزياكو أرشيزياكو حبيب جرجس مكان بيأسس مدارس الأحد والتاريخ يقول لنا أنه في مركزين كانوا كبار جدا لمدارس الأحد في القاهرة واحد في الجيزة وواحد في شبرى ودول كانوا أكبر مركزين لمدارس الأحد أنا عاوز أحكي لكم يوم مدارس الأحد كان عامل إزاي في مدارس أحد الجيزة الناس بيخلصوا شغل في الأيام دي يعني ده الكلام كان على سنة 35 كده 1935 36 في الحدود دي كانوا بيخلصوا شغل على الساعة 2 3 بالكتير كان الخدام يروحوا يدوب يأكلوا لقمة يغيروا هدومهم ويجوا الكنيسة في برشية الجيزة الساعة 4 كلام لنا بغلولك ده يعني من كتاب اسمه المدارس الأحد في 100 سنة يجوا الساعة 4 يعملوا ايه ياخدوا درس كتاب مع بعض يتغزوا بالكتاب المقدس ويعودوا فترة قاعدين بينقشوا الكتاب مع بعض وبعدين يريحوا شوية وياخدوا محاضرة تانية في علوم الكنيسة يعني سواء طقس تاريخ لهوت وبعدين يأكلوا أغاب مع بعض وبعدين يطلعوا قودة مدارس الأحد اللي في الدور اللي فوق يصلوا التسبحة طول الليل طول الليل لحد الساعة 5 الصبح كده ينزلوا على فين على القداس يصلوا القداس يخلص القداس على الساعة 10 ونص تقريبا كل واحد يروح الخدمة بتاعته ولأن إبرشية الجيزة جغرافيا فيها كرة كتير فكان معظم مدارس الأحد الخدام يروحوا في الكرة أنا هقول لكم خادم واحد بس كان فيه خادم اسمه سعد عزيز سعد عزيز ده كان بيروح هو وصديق لي قرية اسمها منشة يعمله ايه يفضلوا ماشيين 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 وده كان مشوار طويل قوي لحد ما يوصلوا قرية في النص ما بين الجيزة ومنشة يعملوا فيها مدارس أحد وبعد ما يخلصوا مدارس أحد يكملوا ماشي لحد قرية منشة يعملوا هناك مدارس أحد كمان وبعدين ياخدوا القطر ويرجعوا على الجيزة ويقول الكتاب يرجعوا في ساعة متأخرة من الليل في سنة 1918 كنت واحد من دمن اللي سيدنا طلبهم يبقوا في اللجنة اللي بتحتفل بمقاوية مدارس الأحد وبعدين سيدنا أمبا دانيال كانت موعيده دايما متأخرة يعني يبتدي الاجتماع سبعة بالليل وأنا الوحيد اللي كنت منسكندري فكنت يعني الساعة تسعة ونص كده استأذن عشان ألحق قطر عشرة ونص بالعفل في يوم الأيام أستنى في عشرة ونص دايجي ما بيجيش الساعة بقت 11 ما بيجيش الساعة بقت 12 لعشرة لقيت قطر جاي كده فقلت الحمد الله ههو القطر جاي لقيت الرجل اللي جان بيقال لي لا ده مش قطر نا ده قطر منشة فعرفت ساعتها جيب بالي على طول سعد عزيز لما كان بيرجع في ساعة متأخرة من الليل يعني يرجع ساعة 12 بالليل وكأننا يوم مدارس الأحد اللي احنا دلوقتي اختصرنا لساعتين في مدارس الأحد ده كان يوم نص من يوم الخميس لحد يوم الجمعة الساعة 12 بالليل وبعدين بقى أسأل نفسي هم قدروا يعملوا ده ازاي هم يعني كانوا منطينا وإحنا يخدان منطينا تانية أكيد لا أكيد لا دول من نفس الطينا أمال ازاي قدروا يقولوا لربنا يا رب من أجلك نمات كل النهار قدروا ازاي ينطقوا الحكاية دي ويقولوها لربنا إن أنا يا ربي علشانك أنت أنا بقى مات كل النهار وعلشان بس الصورة تبقى كاملة قدامنا سورة الخدام دول سنة 48 تقريبا معظم الخدام سابوا الخدمة وراحوا الدير واللي ما راحش الدير اترسم كاهن زي أبونا بولس بولس في ضمنهور واللي ما ترسمش كاهن بقى رئيش مامسة زي أرشيزاك ونرمسيس نجيب واللي راحل دير يعني سعد عزيز ده راحل دير وبقى أسكف اللي هو أنبا سموئيل أسكف الخدمات اللي استشهد في العرض العسكري وبعدها بمتأخر شوية راح نظير جيد اللي هو البابا شنودة وبعدين سمير خير سكر اللي بقى أنبا بخوميوس وبعدين أنبا كمال حبيب اللي هو أنبا بيمين وهكذا لدرجة انه التاريخ يسمي عام 48 ده بالذات عام التكريس ليه يسمى كده قال أصل كل الخدام بتوع مدارس الأحد التقم ده كله راح على الدير وعلى الكهنوت وبعد كده أسقفية وبعد كده وشوية راح وتقرس وهكذا قدرت ازاي تعمله ده هو ده السؤال اللي شغل بالي قدرت ازاي تقول لأننا من أجلك نمات كل النهار أول حاجة بسببها قدروا يقولوا كده أنا مش عارف منين هو ده 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 لو شعرنا بعظمة اللي بنشتغل معاه مرة يا شباب كنت قاعد مع يعني حد من الأباء الكهنة وكان كده يعني في سكة تكريس كده وبعدين أبونا ده قال لي عبارة مش قادر أنسهل حد دلوقتي قال لي تعمل نمات نمات كل النهار يعني يعني ايه يعني ايه الكلام ده لو تفتكروا الأنبياء زمان كانوا يتسموا رجل الله يعني صموئيل كان يتقال عليه كده رجل الله وتقال على موسى نفس الحكاية وتقال على قليش على كده رجل الله وأنا فاكر وإحنا لما كنت بروح خدمة قرية كان ييجي ولد صغير أول ما يشوفنا جايين يجري ويقعد يخبط على البيوت يقولهم اللفندي بتاع ربنا وصل اللفندي بتاع ربنا وصل وكنا نقعد نضحك عليه يعني الولد بيقول لكن الحقيقة لما بستعيد ده دلوقتي أقول ده فخر كبير جدا إنه يتقال علينا إحنا كخدام اللفندية بتعمين بتوع ربنا دي حاجة عظيمة جدا حتى تيموساوس بولوس الرسول يقوله أما أنت يا إنسان الله أما أنت يا إنسان الله يعني أنت الراجل بتاع مين بتاع ربنا طب وحكاية أننا الراجل بتاع ربنا دي حلوة أقول لكم فيها أربع حاجات مهم أول حاجة ده أعظم امتياز ممكن أنت تاخده أعظم امتياز يعني لو حد فيكم يا أحبائي دلوقتي شغال في الأمم المتحدة هتلاقيه عمل كروت وكتب الأمم المتحدة وأي حد يعرفه بنفسه يقوله فلان فلاني في الأمم المتحدة مش كده لكن ما بالك وإحنا شغالين مع ربنا نفسه نبقى عاملين ازاي حاجة عظيمة جدا الأم تريز اللي كانت بتخدم في كالكتا اللي هي في الهند كتبت صلاة كده كانت بتخلي الراهبات بتحها يصلوها كانت بتقول فيها ايه تقول يا رب يسوع يا من تختفي وراء المتعبين كم هي حلوة خدمتك انت بتختفي وراء المتعبين قد ايه جميلة خدمتك اه ايها المختبئ وراء المتقلمين اي امتياز هذا ان تسمح لنا ان نعتني بك اي امتياز انك تسمح لنا ان احنا نعتني بيك ايه ده ومش انتو بتقدموا الخدمة للغلبانين بتوع كالكاتا قالت لا ده هو قال ان كل اللي فعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر فعملتو فين بيه يحكي لنا التاريخ الرهباني عن راهب اسمه انبا غاصم انبا غاصم ده في مرة كان رايح يبيع شغله وبعدين لقى واحد بردان بيتلوى والجو كان سقع جدا رح قالع البلط اللي كان اللابسه وملبسه له وبعد كده رح بيع شغله وخلاص ورجع فات شهرة رح يبيع شغله تاني في السوق فهو في السوق لقى واحدة زانية لابس البلط بتاعه هو هو البلط وعرفه بنفس النقرة اللي كانت فيه عند الجيب هي هي فرجع القلايا زعلان قوي قعد يعني كأنه بيبكي يعني علشان خاطر البلط بتاعه لابسه زانية قاله يا رب يعني البلط ده اللي حضر صلوات كتير يبقى اخره في خمرات وبرات اللي حضر دموعي تبقى اخره الاطياب اللي بتحطها واحدة رقاصة يعني مايصحش كده ومن كتر البوكة نعم نعس فهو نايم شاف ربنا يسوع جيله ولابس البلط قاله يا اغاصن انت زعلان ليه مش انت التتهوني انت مالك بقى انا تدي المين انت التتهوني فقام اغاصن فرحان جدا جدا لانه عرف انه البلط ده او العمل اللي عمله مع الفقير هو قدمه المين لله يقوله كان فيه مرة واحدة ست كتبت متجوزة كتبت على المطبخ بتاعها هنا تؤدى العبادة لله سلاسة مرات يوميا تقصد الفطار والغدى والعشا ايه ده ليه كده لما قالولها ليه كتبتي كده قالت لان في كل مرة انا بجهز لولادي او جوزي الفطار او الغدى او العشا انا بقدم خدمة لله نفسه بقدم خدمة فين لربنا نفسه يا سلام لو بتوع اليومين دول اللي بينفصلوا يعرفوا الحكاية دي انه هو بيقدم ان الله موجود وسط البيت وبيقدمه كل حاجة تقدم ليه هو قديس يحنى زهبي الفام يقول الله هو الضيف غير المنظور على المائدة والمستمع لكل حديث يعني اللي قاعد بيسمع كل حديث لو كنا حاسين ان احنا بنقدم الخدمة لربنا ساعتها هنقدر نقوله يا رب احنا من اجلك نمات كل النهار كمان العمل مع ربنا ده اعظم منحة اعظم منحة يعني ايه اعظم منحة تعالوا كده اروح معاكم لرسالة معلمنا بولس معلمنا بولس الرسول الى اهل كورنسوس ونبين ايه هي الشروط اللي ربنا اختار بيها تلاميذه اظن تلاميذه دول اعظم مننا مئة مرة مش كده اختارهم ازاي يقول اختار الله جهال العالم ممكن تعدوا معايا اول صفة ان انا بقى ايه جاهل لياخذي الحكماء واختار الله ضعفاء العالم تاني صفة ان انا بقى ايه ضعيف لياخذي الاقوياء واختار الله ادنياء العالم عارفين ادنياء العالم دي عارفين بتترجم بالانجليز ايه بتترجم بالانجليزي unborn أو lowborn يعني يلي ما تولدش يلي مشكوك في نسبه يعني لقوه على باب الكنيسة يعني مشكوك لقيت يعني بترجم كده اختار الله ابنياء العالم والمصدرة المصدرة اللي هو ايه محتقر وغير الموجود غير الموجود يعني بنعد واحد اتنين وهو جيه تب تعالى كده عن ثلاثة اربعة يا ملوش عدد ملوش اهمية ايه ده يا رب انت واخد الاستفاد دي انا مش عايز منك حاجة عشان كده ارشزياكن حبيب جرجس يقول كده لقد دعيتم للخدمة ليس تفضلا منكم على الكنيسة ولكن حبا من الرب لكم وتنازلا منه قريكم فلا تفرطوا في هذه المحبة يعني تفرطوش في المحبة الكبيرة اللي ربنا ادها لكم العمل مع ربنا منحة كبيرة ونقف قدامه وقل له يا رب انت سمحت ان واحد ما يعرفش يتكلم يقف يخدمك ازاي عملت فيي ايه يا رب عملت الخلطة دي عملتها ازاي خليت واحد فاشل زاي يقف ويقول ويخدمك والناس تاعاتي يشاوروا عليه ويقولوا بص ده بيتكلم كويس وانا عارف انها من حمنين من عندك عشان كده انا يا رب لاجلك ومات كل النهار انا بتخيل معاكم لو البابا ديمتريوس القرام البابا رقم 12 وقف كده وكتب مذكراته عن نفسه يكتب ايه يقوله يا ربنا انا كنت رجل غلبان خالص انا كنت فلاح بتاع قرم بتاع عينب ويا دوبك انت بعدتلي عن قود في غير قوانه فروحت اديه للبابا لقيته مسك فيه وقال هو ده اللي حيبقى البطرق ويقولوا ان البابا ديمتريوس جاب ناس يعلموه ما بيعرفش خالص ما بيعرفش اي حاجة فيقولوا ما كانش يفهم لحد ما ربنا فتح زهنه بقى هو يفهم ازاي فبقى يعود تحت الكرسي ومعلمه هو اللي يعود على الكرسي هو يعود على الارض تحت رجلية اول ما عمل كده فهم وبقى زي الفل وفي عهده اتعمل حساب الاباكتي وده حساب مهم جدا اللي بيحسبوا بيه عيد الايام ايه يا رب ده انت عملت ديمتريوس ده ازاي قال دي شغلتي انا اخذ العجين اي حاجة ده واعمل منه حاجات كبيرة قوي يقولوا كان فيه مرة واحد موسيقار اسمه باجانيني بالبه مش ماجانيني باجانيني باجانيني ده راحت في الالحان خالص ايه الجمال ده بعدين فجأة راح باجانيني واقف وراح ماسك الكمانجا مكسرها والناس ايه ايه اللي حصل وراح داخل جوه دخل الكواليس تلع مدير المسرح هدى الناس قال لهم ما تلقوش يا جماعة باجانيني ما تجننش على حاجة وما تزعلوش عالكمانجا امه عشر تلاف اللي تكسارت دي الكمانجا دي تمانها عشرة دولار بس لكن الكمانجا الاصلية بتاعت باجانيني جوه لسه هيطلع يعزف عليها دلوقت وتلع باجانيني بكمانجته الاصلية وقعد يعزف وقليلين قوي اللي قدروا يحسوا ان فيه فرق ما بين اللي عملوا باجانيني في الاول واللي عملوا دلوقت وفي الاخر باجانيني قال لهم انا كنت عايز اقول لكم رسالة ارجوكم ما تبصوش على يعني على جمال الكمانجا وغلوها بصوا على جمال العازف العازف هو المهم انا يا ربي ممكن اكون كامانجا خربانة ما تنفعش باي حاج لكن انا يا ربي فرحان بيك قوي لانك بتعزف بيا الحان قد ايه جميلة وقد ايه قوية وعلشان كده انا يا ربي عايز اقول لك انا من اجلك ومات كل النهار مش بس اعظم امتياز واعظم منحة كمان اعظم متعة يعني ايه اعظم متعة يعني تخيلوا موسى النبي لو كتب مذكرات كان يكتب ايه عن البحر الاحمر وشق البحر الاحمر ولما مشي على اليابس يكتب ايه عن الميا اللي ضرب الصخرة فجابت ميا يكتب ايه عن عمليك لما قاعد يحارب يكتب حاجات كتير قوي جميلة احنا كمان كده في كل وقت بنخدم فيه ربنا نشوف عجايب بتحصل عجايب حاجات كده ما حصلتش ما عرفش ده ده بيحصل ازاي الكلام الجميل ده انا فاكر مرة يا حبائي كان عندي كلمة في بنها وبعدين بعد ما خلصت الكلمة بقول لابونا يا بونا هو فيه قطر دلوقتي بص في الساعة قال لي فيه قطر الساعة تمانية ونص الساعة كالتمانية ونص اللي خمسة فخدتها جاري انا بقى على المحطة يضبك لحط القطر بالحف يعني اول ما دخلت جوه القطر على ما يبدو ان وانا بجري الفلوس وقعت من جيبي بحط ايدي في جيبي مرقتش غير 30 قرش ده زمان الكلام ده يعني قبل ما تبقى بميت جنيه قبل الغل وبعدين طب هعمل ايه دلوقتي الكومساري لو جي قلت خلاص هقول له بقى يسلمني اي نقطة ياخده الساعة ياخده اي حاجة وبعدين استنى في الكومساري ييجي ما جيش ييجي ما جيش وبعدين فين بعد ما عديت ضمنهور لقيت الكومساري جاي فقلت له لو سمحت تذكرة من بنها لسكندري قال لي لقى حضرتك راكب من ضمنهور قلت له لقى انا راكب من بنا قال لي لقى حضرتك راكب من ضمنهور قلت له حضرتك انا اللي راكب انا عارف انا راكب منين من بن قال لي وانا كومساري القطر وبقول لك انت بقى من ضمنهور وهي كبرت في دماغي مش حقطعلك تذكرة الا من ضمنهور قلت له خلاص اتعلنت عايش فقطع التذكرة من ضمنهور قال لي 30 ارش هما نفس الفلوس اللي في جيبي بالزبط ساعتها رفعت عيني للسماء قلت له يا رب انت ما تحبش تفضح ولادك ابدا ابدا تخليه ماشي تمام جدا فاكر مرة كنا بني عن المسرح اسود عارفين المسرح الاسود وبعدين بعت شاب زميء يعني من الخدمة قلت له روحت لنا الوان من المنشية كان علينا ندفع ثمن الالوان وعلينا ندفع فلوس بقي على المسرح فقال لي طي راحي للمنشية بعدين لقيته بيتصل بي قال لي الالوان بمية وخمسين جنيه قلت له طب ما تجيبها قال لي ما هو ما فيش في الصندوق بتاعنا غير مية وخمسين جنيه بس هتدفع ثمن المسرح منين قلت له يا سيدي هاتها وخلاص وربنا بقي يتصر راح جاب الالوان وجيه لقيت ابونا جايلي بيقول لي يا اخ فلان خد الظرف ده في واحد عد على الكنيسة باعت الظرف ده لوسائل الاضاحة للمسرح لسوي طول بعد خلنا احنا مخصوص قال لي اه الظرف مقفول ففتحت الظرف لقيت فيه مية وخمسين جنيه هم التمن اللي علينا في المسرح وقول له ايه يا رب العظمة دي ايه الجمال ده يقول اصله العمل مع ربنا اعظم متعة اعظم متعة انا فاكر فترة من الفترات كده خدام الكنيسة كانوا بيجمعوا فلوس من بعض علشان يساعدوا بعض الارامل يعني فعلشان الارمالة متجيش الكنيسة ويعني تحرج كده فكانوا يخلوها تعدي على اي حد فينا في الشغل طبك انها عميلة يعني معادي ففي واحدة كانت تعدي علي انا انا زي حمار العنب عارفين حمار العنب اللي هو بيشيل العنب وخلاص انا ما نجدع هم يجمعوا فلوس ويدهاني قده لها وبعدين في يوم جاتلي وكان في زحمة قوي في الشغل يعني فروحت متدخل ايدي في الفلوس محطتهمش بقى في ظرف ولا حاجة ومدهم لها وبعدين روحت اليوم ده بحط ايدي في جيبي في فلوس نقصة في حاجة غلط وقعت مني ولا ايه وخلاص استعودت ربنا وبعد كده بعد الشهر اللي بعديه لقيت ست جاية بتقول لي انا عايزك تشكر الخدام على اللي عملوه معايا الشهر اللي فات بتلاها عملو ايه يا ست دي قالت لي انا كنت جاية وعمالا اقول له يا رب انا ناقصني 200 جنيه ومش معقولة حقول الخدام الدوني 200 جنيه كمان كان عليها قسط يعني قول له يا رب تصرف انت هم ربنا راح متصرف والفلوس طلعت منين من جيبي بالغلط ودته لها وقالت لي اشكر للخدام ان هم زودوا المرة دي 200 جنيه وقول له يا رب انت قد ايه جميل قد ايه حل العمل معاك متعة متجددة طول النهار اخر حاجة العمل ده اعظم شهوة يعني ايه اعظم شهوة يعني اكتر حاجة تديني دافع ان يشتغل على شانك اكتر حاجة يقوله في القرن اظن ال 11 اظن كده كان ايام المستنصر بالله عارفين الخليفة الفاطمي المستنصر بالله كان عنده وزير مسيحي حلو كده كان اسمه يوسف ابن الابح فيه تكملة اسم كده وبعدين في الاخر ابن الابح وبعدين حد من اعداء النجاح راح شاءه وشا بيوسف ده وايه قال له كلام يعني مش كويس عليه فقرر الملك انه يقتله يوسف مش عارف يعمل ايه وصله الخبر هو في البيت قعد هو وامراته يصله قدام ايكونة لقديسة بربارة قعد يتشفع بيها جامد وبعدين الوشاية دين كشفت والملك عرف ولغى قرار الاعدام وبعت ليوسف قال له تعالى انا عايزة صلحك فرح له قال له يلا يا عم انا عرفت الوشاية وعايزة صلحك تحب ايه ايه قل لي وانا انا فزولك على طول يوسف مفكرش قال له انا عايزة ابني كنيسة قال له يعاني مطلب حاجة ليك قال له لا لا انا مش عايزة حاجة انا عايزة ابني كنيسة قال له خلاص طالما دي يعني شهوتك خلاص ورح مديله فرمان بابونا كنيسة يوسف بفرح شديد خد العمال والزطوب والزلط واقعا يبني كنيسة القديس ابو سرجة اللي موجودة في حارة الروم في مصر القدين وبان الكنيسة وبقت جميلة قوي وبعدين العمال قال له ده لسه فيه طوب وزلط كتير انت كنت جايب بزيادة قوي فقال له طب خلاص ابنه كنيسة تانية جنبها للقديسة بربارة اللي انا كنت يعني بتشفع به بانوا للقديسة بربارة وبقوا عرستين جنبه بعد كده عداء النجاح حسوا بالحكاية راحوا بسرعة المين للمستنصر بالله قالوا له الحق انت تديته فرمان يبني كنيسة بانا كام كنيستين فرح جايبه قال له بص انا قلتلك تبني كنيسة واحد روح هد الكنيسة التانية قال له يا مولاي قال له بقولك ده امر تروح تهد الكنيسة التانية وراح يوسف ابن الابح ده ومعه العمال بتوع الخليفة وقف بين الكنيستين ومش عارف يهد مين اهد سارجيوس لا لا دايزع المين والايدي اللي بنت دي تعرف تهد طب اروح اهد القديسة بربارة ازاي بعد اللي عملته معايا ده احد رايح جاي رايح جاي وكان يوم سيوم كان صايم يعني والشمس جامدة جدا فحس انه خلاص بقى روحه بتروح محتاج كباية مية فقالهم لو سمحته هتولي كباية مية وكان واقف في الممر اللي بين الكنيستين راحوا يجبه له كباية مية لقوه مات في المكان اللي هو فيه يقول كده الحكاية وعيناه شاخصتان ببيت الرب يعني يعنيه بص لبيت ربنا بكل محبة كده ومات ولما مات الخليفة اكراما ليه ساب الكنيستين موجودين ايه رب ده الاصل العمل مع ربنا اعظم شهوة اعظم شهوة ممكن انسان تكون عند انسان في حياته العمل مع ربنا اللي بيشتغل مع ربنا يقدر يقول بسهولة جدا انا يا ربي من اجلك ومات كل الايه كل النهار من اجلك ومات كل النهار نمرة اتنين لو شعرنا بعظمة الرسالة اللي بنقدمها يعني ايه عظمة الرسالة اللي بنقدمها ربنا يقول لنا في الكتاب المقدس كده انه من يهدي انسان عن طريق ضلاله يعمل ايه ينقذ نفسا من الموت يخلص نفسي من الايه من الموت وبالتالي انا وانا بخدم ولادي وكل ولد بجيبه الكنيسة وبخليه يمشي في طريق ربنا انا في الحقيقة بنقذ نفس من اين من الموت تخيلوا لو حضرتك او حضرتك ماشية في الشارع وناس عمالة بتموت وانتي تلحقيها والناس بتموت وانتي تلحقيها ايه العظمة دي عظمة كبيرة جدا وبالتالي انا لو حاسس بعظمة اللي انا بعمله ده كويس قوي حشتغل فيه بكل قوتي حقول له يا رب ده انا مش بس حشتغل ده انا من اجلك حعمل ايه ومات كل النهار قديس يوساب الأباح هتعرفوا لما تروحوا دير أمبانطنيوس تشوفوا قديس يوساب الأباح وليه رجل يعني رجل متنية كده والرجل التانية مفروضة طبعا هو متغطي بس باينة خالص يعني الرجل المتنية دي والرجل المفروض يقولوا ان هو كان بيقعد يصلي يوعز كتير قوي لحد ما يتعب خالص خالص القديس يحنى زهبي الفم يقولوا في أواخر حياته كانوا بياخدوش له كده عشان يوقف في الكنيسة يوعز ففي عزة من العزات بتاعته قال للناس كده وعزي لكم يحسن صحتي يعني الوعز اللي بقوله لكم بيخلي صحتي تبقى ايه تبقى احسن ليه كده هو حس بقيمة الكلام اللي بيقوله حس بقيمة ده يحكوا انه ايام الثورة الروسية سنة 1917 سبعتاشر او سبعة وعشرين الثورة الشيوعية في روسيا انه الشيوعيين قاموا على كل الزباط وقالوا احنا حنموتهم اللي طبع قيصر يعني قالوا احنا حنموتهم ونقوم بالثورة زي ما عملوا في 2011 كده عندنا وبعدين واحد من الزباط يعاني قبضوا عليه وموتوه وقالوا لازم نموت عيلته كمان فخدوا بعضهم وراحوا على البيت بتاعه علشان يموتوا عيلته عيلته دي كانت مراته وثلاث ولاد صغيرين خالص يعني اكبر ولاد سبع سنين كده بالحالي فالست خايفة هي عارفة من الزباط جايين فلاقت الباب بيخبط مش عارفة تعمل ايه فلاقت الباب بيخبط وصوت ستاتي يعني نسائي بيقول لها افتحي انا نتالي جرتك اللي جنبك فراحت فتحت لها دخلت نتالي وقفلت الباب وقالت لها خل بابك الزباط جاييني موتوكي دلوقتي قلت لها من عارفة ومش عارفة عامل ايه قلت لها تهربي دلوقتي حالا قلت لها انا معي تلت اطفال لو هربت باي سرعة هيجبوني كده كده قلت لها لأ ما هم مش حيدوروا عليك مش حيدوروا علي ليه يعني قلت لها عشان حيفكروا ان هم موتوكي تم موتوني ازاي قلت لها عشان انا حعت مكانك وبين ان انا هو مرات الزبط ولما يموتوني يفتكروا ان هم موتوا ايه مرات الزبط والستة قالت لها ايه ده هتموتي نفسك علشاني قالت لها ويه يعني انا اعرف اله موت نفسه علشان قالت لها مش ممكن ده حاجة ما تعقلش قالت لها لا ولا تاخدي بالك من الحكاية دي بس امشي وهربي بسرعة ومشت الستة دي وهربت وجمل زباط دخلوا البيت لقوا ناتالي عملوا فيها ايه موتوها انا معرفش الستة حصل لها ايه بس انا متأكد ان الستة دي بقت مسيحية من اجل الفداء العظيم اللي عملته ناتالي في كل مرة بنقدم خدمة لولادنا احنا بننقذ نفسا من الموت بننقذ نفس من الموت كان في مرة واحدة والواحدة دي اتجوزت وهي صغيرة بغصب عنها يعني وبعدين جابت ولد من جزهة وبعدين جزها مات مات وهي حاجة وعشرين سنة صغيرة خالص فقالولها في البيت يعني اتجوزي فيه عرسان كتير وهي كانت جميلة جدا قالت لهم لا انا يعني ندرت نفسي لابني ده اربي وفدلت فعلا تربي هذا الطفل لحد ما كبر وفقا حد عظيم جدا والستة دي واحد من الكتاب الوسانيين كتب عنها مرة مقال اسمه يا للنساء المسيحيات ايه ده يعني انا مش عارف الجمال ده جايبينه منين ومحدش يعرف الستة دي خالص انا اظن فيه كتير منكم ما يعرفهاش لكن كلنا نعرف ابنها يوحنة زهبي الفم هي الستة اسمها انسوسة وانسوسة دي بزلت نفسها عشان خاطر مين عشان خاطر ابنها وكأنها بتقول للربنا يا رب انا عارفة اللي بعمله ده انه شيء عظيم وبالتالي يا رب انا مستعدة اموت علشان خاطر علشان من اجلك لنمات كل النهار نمرى ثلاثة اخر نقطة في الموضوع ده لو شعرنا بالمجد اللي مستنينا كخدام فاكريني الاية اللي بتقول من يخدمني حيث ما اكون انا هناك يكون خادمي ومن يخدمني يكرمه القاب من يخدمني يكرمه القاب وانا بتخيل انه نهارده كلنا حنطلع السماء وكل خادم وخادمة فيكم حيطلع فوق ويقوله يا رب فين اكرام القاب انا مستني فين اكرام القاب احنا ما بنخدمش علشان المكافأة لكن المجد اللي ربنا وعدنا به يشجع اي انسان فينا انه يخدم اي انسان فينا يقوله يا رب انا مش بس هخدم ده انا من اجلك حقومات كل النهار ده انا ححسب نفسي كغنم للزبح زي المرنم ما قال في مرة كده صرته كبهيم عندك لكني دائما معك انا معك مش مهم اي حاجة مش قضية انا صرته كبهيم عندك انا كمان يا ربي لما بفتكر المجد اللي انت حتدهوني انا بفرح اوي والمجد اللي ربنا حيدهولنا ده عبارة عن ستة حاجات كده في الارض وفي السماء اول حاجة سعادة روحية جربوا تخدموا كده وانتو راجعين من الخدمة تحسوا بسعادة غير عادية يعني تبقوا كده بتتنفسوا بشهيق كبير اوي كده سعادة اكبر صدقوني سعادة اكبر من يوم ما تجوزتم ومن يوم ما خلفتم ومن يوم ما ابنكم خادر شهادة ومن يوم ما تجوز ومن يوم ما كل الحاجات كل ده سدقوني سعادة سعادة حلوة بس زائلة يعني هتخلص لكن سعادة الخدمة لها طعم مختلف بيها طعم غريب كده طعم جميل او انا فاكر مرة واحنا بنخدم كان معانا خادم الخادم ده مامته ماتت فأصيب هو يعني ب اه حزن جديد قوي كده وبقى مكتئب طول الوقت نحاول ندحك فيه نفرح فيه مفيش خالق ففي الآخر أمين الخدمة عمل حاجة جميلة قرب العيد كنا بنجمع فلوس كده علشان الولاد بتعمل درس لأحد اللي من من أسر من أخوة الرب يعني فرح جمع كم ولد وجاب الخادم ده قال له يا أستاذ فلان روح اشتري لهم الهدوم بنفسك وايس هلهم بنفسك وتعالى قال له حاض راح خد الولاد قاعد يعيسهم الهدوم والولاد دي مفرحنين ومزقطتين بقى علشان اللبس بتاع العيد ورجع الخادم ده في منتهى الفرح قال له ايه عم كفارة انت مالك كنت مغلبنا علشان تفرح ايه اللي حصل قال له شفته الفرحة اللي في عيني الولاد دي فرحة ما تقدرش بتمام احنا بناخد سعادة روحي حقيقة كمان بناخدها اسمها مكافأة ارضية يعني مكافأة ارضية يعني 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 ربنا بيكافئنا هو قال كده قال ماء الضعف ليس في هذا الظهر بل في الآية يعني في الظهر ده وفي الآية يعني على الأرض وفين وفي السم ربنا دايما يدينا المكافأة الأرضية دي عايز أحكي لكم على واحد اسمه عماد عماد ده ده إنسان بجد يعني حقيقي يعني عماد ده كان نفسه يخدم نفسه يخدم فراح لابونا قال له يا ابونا أنا عايز أخدم قال له طب يا ابني روح لأمين الخدم أستاذ فلان راح لأستاذ فلان على ما يبدو أن أستاذ فلان يعني كان ايه مش قد كده قوي فقال له يا ابني تخدم ما عندناش خدم فراح تاني لابونا قال له يا ابونا أستاذ فلان مش عايز نخدم قال له طب روح وقل له أبونا بيقولك لو سمحت خليني أخدم فراح لأستاذ فلان قال له أبونا بيقولك لو سمحت خليني أخدم طب أعمل فيه ايه ده قال له طب بص أنت تخدم على البوابة قال له يعني عمل ايه قال له تعود على البواب عشان الولاد وهم في مدرس احد ما يسيبوش مدرس احد ويطلعوا برا تضصهم العربيات فانت تبقى غفير كده واقف قال له طيب ماشي فمدرس الاحد شغالة وعماد واقف على البواب وبعدين ولد من الولادة تشاء كده فرح الاستاذ قال له مشي تلع برا بتعودش هنا فالولاد ماشي فطالع برا فعماد شافه قال له رايح فين يا حبيبي قال له انا اتردت من مدرس الاحد قال له انت كنت بتاخده درس ايه قال له ابراهيم قال له يا دي سهلة خالص وقعد بس وانا احكيها لك قعد يحكيله حكاية ابراهيم وعلى ما يبدو ان عماد ده كان بيش رح احسن من الخدام كلهم فالولاد عجبته قوي الحكاية تاني اسبوع رح متشاءة مشي تلع برا حاضر ورح رايا قال له لوط يا استاذ اتفضل تالت اسبوع فالولاد بقى قال له لا بقى فيه ايه انت بتضطرت كل مرة ليه يعني قال لهم ده فيه برا استاذ بيش رح احلم الاستاذ دي كلهم بقى لوز عيال كلهم ايه يتشاؤوا ويطلعوا برا ويروحوا الستاذ يلا يا استاذ رعوز ان شاء الله اتفضل فالخدام حسوا بحكاية دي رحوا راحوا الامين الخدمة قالوا له ما ينفعش رح جاي يطارد الاعماد ده ومشي من الكنيسة خالص واعماد وهو ماشي من زعلان قوي انه ساب الخدمة فيقوله انه ما خدش باله فيه كلب سعران رح عضه وبعد فترة قليلة اصيب بسعار ومات طب وانت يا ربي ايه يعني عملت ايه الاعماد ده اللي عايز يخدمك وكذا يقولوا انه اهله غسلوه وكفنوه وحطوه في الصندوق واتصلوا بابونا يا ابونا كان كنستهم القريبة العباسية فقالوا له يابونا عايزينا تيجي تقولهم يا ابني يا ولاد انا في رحلة في السعيد مش هنا اتصلوا بابونا فلان يقولهم ده انا في خلوة مع الولاد مش عارف فين اتصلوا بابونا فلان يتصل بنا مفيش حد موجود خالب قالوا احنا بقى حنغلب نفسنا راحوا اخدين الصندوق وراحوا العباسية حطوه في الكنيسة قالوا بقى لما ييجي كاهن ايه يصلي فالفراش بتاع الكنيسة لقى الصندوق داخل قال يا نهرى بيد ده سيدنا الانبى فلان اللي كان تعبان يظهر اتنيح وراح متصل بكل بقى الاباء الاساق فالحقه ده سيدنا اتنيح سيدنا اتنيح راحوا جري كلهم الاساقفة وعماد الشخص الصغير ده ربنا يردله في الارض زي ما حيردله بقى في السماء وتصلى عليه جنازة من اساقفة كتير قوي عشان لما جم ما قدروش يمشوا لانه استعيبوا يعني بقى يمشي وصلوا عليه الجنازة سعادة روحية ومكافأة ارضية حاجة كمان مكانة سماوية كلنا لينا مكانة في السماء وقال حيثما يكون انا هناك يكون ايه خادم كلنا لينا مكان يحنى زعبي الفم بيقول على لسان الله يقول اعطيتموني قصرة يابسة فنلتم ملكوت السموات وهبتموني درهما من الفضة فاخستم نعيم الفردوس كسوتموني ثوبا ممزقا فكسوتكم ثوبا من النور سقيتموني كأس ماء بارد فرويتكم من ماء الحياة والراح اعطيتموني اعطايا زائلة ففستم بامور باقية لا تدمحل ربنا يقول لنا كده انت تعبت علشاني شوية صغيرين انا اديك مكان مكانها كتير خالص حاجة كمان رحمة قلبية يعني ناخد رحمة يعني قلبنا ده يبقى رحيم يقدر يحس بالناس يحس بال بتعبهم مرة القديس انبا بيمن وانبا بيمن ده يقولوا عليه في الرهبانة الاب الرؤوف يعني الحنين فمرة جولوا الرهبان قالوا له بص بقى انت تشوف لك حلم على الاخوة طلبين الرهبانة دول اللهم مالهم بس قالوا له ده بيعودوا في الكني في التسبحة يعودوا ويناموا ويشخروا كمان قالوا ينهر بيض بجد قالوا له اه شوف بقى حتمشيهم ولا هتعمل ايه قالوا بصوا انا لو مكانكم هقول التسبحة وانا قاعد وربع رجلي وحط راسه على رجلي علشان ينام مرتاح فما يشخرش قالوا له نعم وحتقول ايه ربنا بقى ان شاء الله وانت مسؤول عن رهبان قالوا هقوله انت قلت اني اريد رحمة لا زبيحة القلب ده بيبقى مليان حنية بسبب الخدمة يا ما ابونا لما بيشوف ناس كتير تعبانة وناس كتير قلبه بيرق ويبقى كده حاسس بالناس طول الوقت قديس باسيليوس الكبير يقول ان من يجرد رجلا من سيابه يدعى نهابا ومن لا يكسو ومن لا يكسو عري المسكين فهل يستطيع ذلك وهو يستطيع ذلك هل يستحق اسما اخر يعني اللي شايف اللي سايب المسكين هل يستحق اسم اخر اخر حاجة مهارة شخصية وسلامة روحية يعني ناخد مهارة انا فاكر يا احبائي فمرة الطلب مني اروح قدي كورس لخدام الجيزة عن الاتصال الكميونيكيشن فانا ما فهمش حاجة في الكميونيكيشن فجبت كتب وقعدت زاكر وحضرت ورحت وديت الكورس يعني وبعدها بشهرين لقيت الشغل عندنا عمل لنا امتحان في الجامعة الامريكية عشان الترقية فروحت امتحان لقيت الامتحان كله كوميونيكيشن بس بقيت نقعت بحل وارفع عيني ربنا قوله يا رب هو انت ماتبتش مديون ابدا يعني ما تسيب لي حاجة عملها لك طيب مفيش هو بيخلص حاجته اول بول واخيرا سلامة روحية يعني الخدمة دي هي الوقت واللي بيفضل رابط بيننا وبين الكنيسة دايما اقول لكم موقف انهي بيه محاضرة النهاردة كان في مرة عندي كلمة في برج العرب وكان في نفس اليوم عندي في الكليركية امتحان بالليل امتحان تاريخ فخلصت الكلمة مش حلحق بقى اروح فقلت اقعد في حتة علشان اذاكر التاريخ كده بسرعة اقراه يعني قبل ما اخش الامتحان طب اروح فين انا لو رحت المرقوسية حقابل بقى زميلي وانا عدنا حكي وراح اليوم فدماغي كده هدتني اني اقعد على القهوة بتاعة النبي دانيال قهوة كده عارفينها فقعدت على القهوة وطلبت فنجان قهوة علشان يعني دماغي وقعدت اقرأ في التاريخ لقيت ولد من ولادي في الخدمة جاي ومع بابا مع الدين في الشارع فالولد نقرني قال له بابا بابا شو شو ساما هو فالرجل بصلي بصة مش قادر انساهل حد دلوقت يعني بصة تحتقار كده هو ده الخادم بتاع اللي قاعد على القهوة هو ما يعرفش انا بذكر تاريخ ولا عندي امتحان ولا اي حاجة من دول ومن يوميها بطلت اعطب القهوة دي تاني لان الناس ما تعرفش ايه اللي حصل الخدمة عملت سلامة روحية لنا بقيت خليني اخد بالي من حاجات ربما انا ما كنتش اخد بالي بيها لو حسينا بان احنا بنعمل مع ربنا وان ربنا هو اللي بيشتغل وهو اللي بيدينا الخدمة منحة من عنده هو اللي بيدينا الخدمة علشان نتمتع بيها هنفضل نقوله دايما من اجلك نمات كل النهار لو حسينا بقيمة الرسالة اللي بنقدمها هنفضل نقوله يا رب انت مدينا رسالة قوية قوي قوي واحنا ما نستحقهاش لكن علشان كده انا من اجلك يا رب حقو مات كل النهار لو حسينا بالمكافأة الأرضية والسماوية اللي ربنا بيعدها لنا رغم ان احنا ما بنعملش حاجة هو اللي بيعمل كل حاجة وفي الاخر يشاور علينا بقيمة بصوا فلان عمل ايه بصوا هقوله يا رب انت عظيم قوي انا من اجلك ومات كل النهار اللي الهنا المجد الدائم الى الابد امين اظن فيه رحم